من محافظة تعز فروا من الحرب إلى محافظة العحج ولم يكن في حسبان هذه الأسر النازحة أن تجد نفسها يوماً نزيلة هذه المخيمات المهترئة وسط الرمل الملتهب هنا في مديرية طور الباحة غربي محافظة العحج حطت نحو سبعين أسرة رحالها بحثاً عن ملاذ أخير من خوف الحرب المستعرة في عدد من مناطق تعز إقامة مؤقتة حتى تضع الحرب أوزارها ويعودوا إلى ديارهم هكذا يقولون لكنهم لا يعلمون بالضبط متى إلا أن مأساتهم تتعاظم يوماً بعد آخر وقه رسالتي للجهاتة الداعمة المحلية والخارجية بأن ينظروا بعين الرحمة لهؤلاء الناس الذين أصبحوا اليوم يعني يشعروا وكأنهم يعاملون بأنهم ليس بشر مجتمع من النازحين المنسيين يضربهم الجوع وسوء التغذية وحالة التقس المستعر مخيم تخيم على نزلائه أشكال من الظروف الصعبة والبؤس بعد أن تقطعت بهم سبل وأسباب العيش خصوصاً ضوي الاحتياجات الخاصة والمرضع لا معي لا طحين ولا سكر ولا روز ولا زيت ولا فرش ولا قمش الافتقار لأبسط مقاومات الحياة هنا وانعدام المياه الصالحة للشرب والوقود وغياب الرعاية الصحية هي بيئة المخيم إذ بات عرضة لتهديدات صحية كتفشي الأمراض والأوبئة جراء التلوث لا سيما مع دخول فصل الصيف غياب للحكومة ودور المنظمات الإنسانية عن هذه المخيمات العشوائية هو الحاضر في هذا المكان فانتشالهم من هذا الوضع المأساوي يتطلب جهوداً مضاعفة للتخفيف من معاناتهم وإنقاذهم من عبث القدر بإنسانيتهم اشتركوا في القناة